بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكو نورتوني وحلقتنا النهاردة من قناتي ياسمينتو اليوتيوب أهلا بكم معايا مع خبر جديد كل يوم الخبر عن الفنانة لبلبة الفنانة لبلبة اتولدت يوم 14 نوفمبر الفنانة لبلبة تحتفل بايد ميلادها 73 ولدت لبلبة واسمها الحقيقي نينو تشكا من كوكبليان في مدينة القاهرة مصر الجديدة من أسرة ذات أصول أرمانية وعملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقدمها لفقرات تقليد الفنانين قامت بتقليد أفراد عائلتها فتبنت والدتها موهباتها واتجهت بها إلى صنع الفن تزوجت لبلبة مرة وحيدة عام 1969 للفنان حسن يوسف لكن زجاتهما لم تستمر طويلا وانفصل بعد ثلاث سنوات من الزواج ولم يرزقها بأبناء كما ذكرت لبلبة عن السبب الرئيسي وراء انفصالها عن الفنان حسن يوسف التي ارتبطت به في بداية حياتها هي قبلة من الفنان حسين فهمي كما أضافت لبلبة أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم بنت بديعة بطولة حسين فهمي وإخراق حسن الإمام أصر المخرج على تقبيل حسين فهمي لها رغم عدم وجود القبلة في سيناريو الفيلم فاتسرت في هذا الوقت بزوجها الفنان حسن يوسف وأخبرته بما سوف يحدث لكنه حذرها من تصوير هذا المشهد لافتة إلى أن رغبتها في أن لا يقول أحدا عنها أنها فشلت في أول تعاون لها مع حسن الإمام مما جعلها تنصع لإرادة المخرج وصورة المشهد ومن هنا بدأت المشاكل ما بين حسن يوسف ما بين الفنانة لبلبة ثم زادت الخلافات بشكل واسع ولم يجد السنائي حلا لهذه المشحنات إلا بقراره الانفصال بدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما وهي في الخامسة من عمرها واشتارت بتقليد المشاهير ثم درست الباليك لاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل حصلت على أكثر من جائزة كأحسى ممثلة أهمهم جائزة بينال السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم ليلة ساخنة من إخراج عاطف الطيب كان سنة 1996 كما يفازت بنفس الجائزة كأحسى ممثلة في ماراغان كل أفريقيا عن دورها في نفس الفيلم بكيبتون عام 1996 أما وهي طفلة عملت في بطولة 6 أفلام أهمهم حبيب تيسوسو إخراج نيازي مصطفى والذي قام باكتشافها قامت بطولة 85 فيلم أهمها للاساخنة إخراج عاطف الطيب وكمان جنة الشياطين كان من إخراج أسامة فوزي وكمان أصابت حماد أوتوتو إخراج محمد عبد العزيز وحسن مورس إخراج رامي إمام وثلاث أعمال في الدراما التلفزيونية منها صاحبة السعادة ومأمونة شركية إخراج رامي إمام كما غلبة دور الأم على أدوارها دون التخلي عن الشخصية اللطيفة الكومودية وهي فيلم معالي الوزير وفيلم النعمة والطووس وفيلم اسكندرية نيويورب من أحلى أدوارها فيلم لا من أحلى أدوارها دورها في فيلم عريس من جهة أمنية وكمان فيلم بوحة وفيلم فرحان ملازم آدم ولبلبة كانت حكت لينا عن موقف طريف جدا وهي أنها كانت بتحب تقلدي الفنانين ولكن الفنانة الوحيدة اللي قضبتها لما قلدتها هي كانت الفنانة نجاة الصغيرة هنشوف الموقف ده حصل إزاي قضبت لبلبة كنت بمصرح أصر النيل وكان يزاع الحفلة على الهواء مباشرة غضبت الفنانة نجاة من تقليدي لها لأن فقرتي سبقت فقرتها ولم تكن تعلم أنني سأقلدها أو قلدتها وعندما صعدت هي على خشبة المصرح للغناء قامت بحركة تلقائية من الحركات التي اعتادت عليها فضحك الجمهور بشدة وتعالت الضحكات أكثر عندما بدأت في غناء نفس الأغنية التي كنت أقلدها فيها فلم تفهم سبب كل هذا الضحك وعندما سألت الميسور أحمد فؤاد حسن قال لها أن البلبة فعلت كل هذا قبلها فغضبت بشدة مشيرة إلى أن نجاة كان معها كل الحق في غضبها ولهذا لم تقم بتقليدها مرة أخرى لبلبة كمان حكت لنا على موقف طريف جدا قالت أنا لم أجرأ أن أقلد أم كلسوم أبدا ولكن كنت في حفلة فنادت عليها الفنانة أم كلسوم وطلبت منها أن هي تقلدها فقلدتها ولكن لم تظهر بهذا التقليد أمام الجمهور مما أصار إعجاب الفنانة أم كلسوم بنقولي الفنانة لبلبة مزيد من عطاة وكل سنة وهي طيبة وانتظروني في فيديو آخر من قناتي ياسمينة اليوتيوب أتمنى أن النهاردة تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لقناتي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة